دمعنا مجددا من الخرطوم رئيس تحرير جريدة اليوم سيد مالك طه أهلا بك مجددا سيد مالك برأيك ما الذي تمثله هذه المساعدات من قيمة خصوصا في هذا التوقيت أهلا وسهلا ومرحبا أنا مالك محمد طه رئيس تحرير صحيفة خرايا العامة السودانية أهلا وسهلا أهلا وسهلا هذه المساعدات الإنسانية هي وصلا لمساعدات قدمت من جانب المملكة العربية السعودية تحديدا من مركز الملك سلمان بدأت تقريبا منذ قبل شهر رمضان الفضيل واستمرت طوال هذا الشهر في مناطق متعددة ومتفرقة لكنها هي مناطق حاجة بفعل الظروف الإنسانية أو بفعل الحروب التوترات الأمنية كما في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان وأطراف ولاية الخرطوم الآن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات هي تعزيز للجهد القائم من جانب المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بشقيها الغذائي والعلاجي للشعب السوداني الشخص أو للمتأثرين نعم تفضل أكمل فكرتك سيد بحرس للمتضررين والمتأثرين في المناطق المعينة التي تم تقديم الدعمات العلاجية والغذائية إليها برأيك سيد محمد الدور السعودي الإنساني كيف يمكن أن يحفز ويدفع الجهات الدولية اللغاثية للوقوف ومساعدة المحتاجين في السودان هذا سؤال مهم أعتقد أن الوجود الإنساني السعودي طبعا أغني على القول أن هناك علاقات سياسية قوية ومتينة تربط بين البلدين بين السودان والمملكة العربية السعودية الشقيقة لكن في المناطق التي ذكرتها الآن والتي تقدم إليها المساعدات الإنسانية بشقيها العلاجي والغذائي المملكة العربية السعودية بهذا الدعم سدد ثغرة كبيرة في جانب العمل الإنساني على الصعيد العربي والإسلامي لأنه من المعلوم لدى المشاهد الكريم على أن المنظمات الغربية والأجنبية هي التي تملأ الساحة في كل المناطق المأزومة وخلت الساحة تقريبا تماما من الوجود العربي والإسلامي الآن هذه المساعدات يمكن أن أقول أنها تسد هذا الفراق العريض الذي غابت عنه منظمات طبع الإسلامي والعربي وهي أيضا ذات مضامين أخوية وشعبية عندما تمتد يد العون من دولة شقيقة وشعب الشقيق مثل الشعب السعودي نعم من خلال الخبر سيد محمد أن هناك أكثر من خمسين ألف مستفيد من الشعب السوداني من هذه المساعدات المقدمة من المملكة برأيك كيف سيتم توزيع هذه المساعدات على الولايات السودانية المختلفة المساعدات التي ذكرتها والتي تمت خلال هذا الشعر الفضيل تمت بواسطة جماعة تنصار السنة المحمدية كان مركز الملك سلمان في المقر الرئيسي لهذه الجماعة عبر اللجان المتخصصة تم توزيع المساعدات الآن هناك تعاون أيضا مع الهلال الأحمر السعودي كما أن الحكومة لديها من الأذرع والجهات والمنظمات ما يمكن أن تساعد أيضا على إصال هذه المساعدات إلى المحتاجين إليها في المناطق المذكورة